بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين أبنائي طلاب الفرقة الثانية بالكلية بالمجمع أهلا بكم في محاضرة جديدة في الريسيرش بروجيكت هنكمل فيها على اللي قلناه في المحاضرة السابقة ونكمل المطلوب في الأسائمينت الأخير الأسائمينت الثلاثة ونشوف بنعمل الكتاب إزاي والحاجات المطلوبة طبعا بنذكركم أن الكلام ده تابع للأوتكام الأخير خدنا الكفر بتاع الكتاب وشوفنا الشكل العام بتاع المحاضرة اللي فاتت وعرفنا نحن نقول في الأوتكام الأخير ايه اللي موجود فيه وعشان ناخد الجزء بتاع البي ستة وبي سبعة والبي خمسة والإمة خمسة والدي أربعة نفكركم آخر حاجة كنا بنتكلم عليها المرة اللي فاتت هي عملية الأبستراكت وكملنا وتكلمنا على الأربع أجزاء المطلوب فيها أو الأربع براجراف وقلنا هنكتب فيها إيه بهذا الشكل وهنكتب إيه في الأبستراكت واتفقنا أنه خلال الأسبوع هتكتبوا الكلام ده فيه شكل عناصر لكل براجراف زي ما قلنا عناصر موضوع كده تعبير هنكتب فيه إيه المطلوب إيه اللي هنعمله هنكتب شكل عام للأبستراكت لازم الأبستراكت يكتب بشكل كويس جدا لأن احنا بنعتبرها هي الوجهة بتاع الكتاب بتاع المشروع هي موجودة إيه شكلها إيه هتوصلني لإيه هقدر أعرف منها إيه يبقى القارئ عارف إيه اللي جوه فبالنسبة لنا هنكتب الأبستراكت بهذا الشكل نيجي بعد كده على شابتر تا اللي هو طبعا لو نرجع للأسايمنت ونشوف الأسايمنت الشابتر اللي كان بعد كده أول شابتر بعد الأبستراكت هو كان الانترو دكشن يبقى الشابتر واحد رقم واحد اللي هو الكتب في الانترو دكشن يبقى أنا حاجي كده بعد كده في القيمة بتاع الفهرس بتاع الكتاب في الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تحته واحد اللي هي الـ background يبقى تكتب واحد نقطة واحد او واحد بوينت واحد الـ objective 1.2 الـ statement of problem واحد بوينت 3 الميثي دولج اللي هستخدمها 1.4 اللي هي الطريقة اللي هستخدمها اللي هنتم بتسموها technique اللي هنستخدمه استخدمنا مثلا technique معين في البروتوطايب الاخر دالك هكتبه في الميثي دولج ثم في خمسة 1.5 ترتيب الكتاب هقول والله الشابتر الاولية يتكون من كذا الشابتر التاني براج رفعت زغيرة هنشوفها مع بعض يبقى انا دلوقتي عاوز اعمل شابتر اسمه الـ introduction وحدي يقول لي ما انا فيه شابتر تاني كان موجود ايه داخله لما كنا بنشوها بنقول في الـ assignment في literature review طب ايه اللي في literature review مختلف عن الـ introduction قال لي الـ introduction ده صفحتين ثلاثة وما بتكلمش فيه مع الـ reference انا بتكلم على حاجات معينة اما اللي literature review هتكلم على المراجع يبقى في الـ introduction هيبقى فيه جزء في الاول خالص اللي هو background background عن الموضوع امال بقى الفرشة الكاملة بتاع اللي literature review لا هيجي في الشابتر اثنين ونرجع تاني الـ introduction الـ introduction هاخد فيها background background خلفية عامة عن الموضوع هكتب ايه فيها هاجف عنوان background هحط ايه في الـ background خلفية عن الموضوع هكتب فيه يبقى الـ background في الشابتر الاولاني جزء من الشابتر الاولاني يبقى لو عامل فرش كده فوت نوت تحت بكتب شابتر واحد اسم الـ introduction هيبقى فيه الـ background 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 عن الموضوع يبقى انا بفرش فارشة عن الموضوع يبقى دي الخمس اجزاء اللي هتبقى فيه الشابتر اول واحدة فيها الـ background background بقول فيها ايه في الـ background عشان نخلص من الشابتر ده الوقت هتربع عرقات بالمرة هعمل background ولتكن صفحة او صفحتين بكتير على background او صفحة ونص انا بفضل ان هي صفحة والـ object بقى الصفحة اللي بعدها وهكذا هكتب ايه في background زي ما احنا شايفين في الـ background اللي قدامنا ده كمثال لأحد المشاريع مفيش فيها reference يبقى بكتب الموضوع من غير مراجع بكتب الموضوع خلفية عامة يبقى نكمل على المشروع اللي كنا بنتكلم فيه المرة اللي فاتت وقلنا انا بفترض ان انا بعمل مشروع على جزء تحكم صناعي في احد المصانع على المنتجات ان انا عمل لها شغل احصائي او ما الى ذلك فانا مثلا هتكلم على كده هكتب مشروع على شغل ايه احنا اللي هو بتاع التربينات اللي احنا اخدناها في هذه الجزئية هعمل فيها ايه هنشوف الكلام ده طعب تعالوا ناخد مثال ونشوف وهيبقى فيه ايه وانطبق زي ما احنا بنقرف اللي مكتوب قدامنا وانطبق كمان في نفس الوقت على المنشور في هذه الجزئية يبقى شوفنا دي وشوفنا دي هنا مثلا احنا كاتبين مثلا بادي انا بباراجراف زي ما بقول انتو تايز ماركت بتكلم على السوق المحلي لعن انا كنت بتكلم في المشروع اللي اتكلمنا عليه في الاسبوع المحاضرة اللي فاتت على طول كنا نتكلم على جزء استخدام حاجة اسمها المستيك بروفنج اللي اشتخدمها في المصنع فبقى يهمني بقى الانتاج بتاعي بتاع المصنع يتسوق فانا هنا البراجراف عليه بيتكتب بـ في حالة انتاج منتجات كتيرة عادئة يعني منتجات كتيرة بنتج مثلا مئة الف قطعة في اليوم الى اخر ذلك الاوتكمز بتاعي يهمني يهمني ان انا اقدر نفس السوق فحاطوا البراجراوند من هذا المستوى اهو الى قدامي become more demanding ليهم طلبات كتيرة and not accepting lower quality and their complaints have increased يبقى انا بادرس بدان باتكلم على منتجات وبيهمني السوق والمنتجات بتاع تدخل السوق فباتكلم من خلفية ما هي متطلبات السوق فبقول انتو دويز ماركتس في هذه الايام عملية السوق نفسه بتاعي there is increasing instability for high quality products غير ثابت في حالة المنتجات اللي هي كبيرة اوي the customers اللي هم المستهلكين become more demanding ليهم طلبات كتيرة and not accepting lower quality ما بقوش يقبالوا اي حاجة lower quality عاوزين يقبالوا الحاجة اللي هي مستوى عالي and their complaints have increased وبيشتكوا كتيرا جدا لو المنتج في اي حاجة طب ما ده معنى كلامي ايه بقول نركز كأن انا بدي القارئ خلفية ان الموضوع اهمية الموضوع therefore ومن سامة the production companies become required to meet customers demand عاوز تشوف الكاستمر عاوز ايه and supply them high quality products اي دي خلفية بالنسبة للمشروع زي كده so the main concern of industrial companies is to avoid the defect that happened during production يعنى احاول اقلل المنتجات اللي هي طلعة وتالفة بشكل كبير احيق بداية background تيجي تقولي الكلام ده محتاج تحط له مرجع لا ده كلام عام انا برضو هكتب شغلي بنفس الكلام ده هحط ال background بنفس الاسلوب واشتغل عليه وحاول ان انا اعوض الكلام ده وامش بنفس الكلام حاجة في البراجرافي التانى بقول various quality control technique يبقى اتكلم على quality control technique such as the inspection 100% and acceptance sampling طبعا انتو عارفين ان في التفتيش في المصنع في اسلوبين في اسلوب ان المنتجات اللي عندي افتش عليها في التصنيع بالنسبة 100% يعني لو عندي تلفزيونات اشغل التلفزيونات كلها اشوه اشغل ولا لا يبدأ تفتيش بالنسبة 100% وفي تفتيش من خلال سامبل ان انا اخد عينة افرض انا مثلا عندي بنتج عيلة الكابريت ما هنفعش اقول افتش عليها كلها وولع عيدان الكابريت عشان اتأكد انها سليمة لا دي بتبقى عاوزة سامبل ودي يبقى اديات خلفية هي يبقى انا اخد الموضوع بالراحة بتكلم على الخلفية بتاعتي ان انا هعمل ايه هاخد الموضوع سنة سنة زي ما بقول كلمت على السوق ومتطلبات السوق بعد كده بتتكلم على عملية الانسبكشن على التفتيش لان المشروع ده كان بيتكلم على كده لما انا قلنا عليه الاسبوع اللي فات يبقى بفرش فارشة وما دخلتش لاي مراجع طب ما نقول الكلام ده في شغلنا احنا اللي هو بتاع التربينة لو عندنا هنعمله ازاي البراجراف نفس البراجراف ده هنعمله ازاي او نقول مثلا بتاعت اللي هو التربينة بتاعت المية هيعمله فارشة خلفية للموضوع هيقول والله برضو هيبدأ يقول انا عاوز اطلع طاقة اساعد بها هتجيت برضو حاجات براجرافات من النت بس اتغير فيها هتقول والله انا عاوز اطلع الطاقة من الطاقة البديلة دي خلفية عامه هتقول ان من الاف السنين احنا بنعتمد على الطاقة بتاعت زيت البترول والغاز الطبيعي والفحم وما الى ذلك وما يعني يصاحب ذلك من انبعاث غازات ضرة تؤثر على البيئة الاميشن اللي موجود ده هو بيأثر على البيئة من سبب العوادم نفس الحكاية بالنسبة للسيارات العدم بتاعها اللي هو السيارات عشان بيبقى فيه اكسيدو رصاص اللي موجود مضاف على العدم بيأثر طب انا لو قدرت مثلا ان انا استبدل السيارات اللي موجودة بسيارات كهربائية كلها ويبقى فيها مطور كهرابي فيها شح وكل اللي ما علي ان انا السيارة اشحنها وهي في اماكن الشح السيارة بالليل بحطها على شحن الكهرباء وتبقى سيارة كهربائية يبقى انا خلت العدم ملوش تأثير يبقى انا في الحالة ديت مش بحتاج زيت البترول لإدارة الحياة دي كتير فاتجه للطاقة البديلة طاقة البديلة ان انا زي بنسميها كمان في نفس الوقت الطاقة الخضراء يعني الطاقة البديلة الخضراء لانها بتأثرش على البيئة ما فيهاش توكسك ما فيهاش اضافات سامة ممكن تعمل مشاكل للناس الحاجات دي كلها هتفرق معي ان انا لو استخدمتها بهذا الاسلوب واجه اقول والله انا اخد الكلام ده واطبقه يبقى انا هنا بفرش فرشة فرشة عامة الطاقة الموجودة اه موجودة طب مضارها ايه 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 الاضرار اللي فيها طب اصدها الطاقة البديلة لما استخدمها ايه الميزات اللي فيها دي فرشة عامة بعد كده هروح داخل ايه ايه والله كمان الطاقة اللي حتى موجودة وبالمضار اللي فيها او الاضرار اللي فيها هتنضب هتخلص طب اعمل حساب ايه ما تخلص اعمل ايه ايه عندي اروح جاي بقى في الفرشة دي برضو بدأ على طول تحت اقول والله اذا هناك بدائل كتير جدا في طاقة بديلة انا ممكن اخد طاقة من المجاري المائية والسدود سيء السد العالي كده ان انا عندي المية باتتجمع وبعدين اعمل فرق في المية المية تنزل من العالي للوقت عندي التربينة استخدم كالتربينات مناسبة ولتكن مثلا كابلين وفرانسيس اطلع منها طاقة كهربية من خلال الطاقة الهايدرو او الطاقة المائية اللي نتج عندي من سقوط الماء من ارتفاع عالي فهتتغير طاقة الوقت الوضع الامجي ايتش بتاعتها تتحول لطاقة موجودة دي نوع من امام الطاقة او ناس بتستخدم الطاقة النووية اللي هي الموجودة طبعا كل حاجة لها محزرة وليها مميزاتها وعيوبة يعني لو بستخدم الطاقة المائية او انها دي جميلة وكيسة بس محتاج يكون عندي انا مصدر عندي ايه مصدر للمياه جيارية بشكل معين عشان نعمل سدود طب الطاقة النووية بقى عندي برضو او احتياطات انه محصلش اي تصرب نووي او ما الى ذلك ناس تقولك ممكن استخدم الطاقة اللي هي التنتهير او اللي هي الطاقة الكامنة في بطن الارض لان في بلاد عندها تحت القشرة بتاعتها قريب بيبقى فيه غزات او فيه بمعنى صح مية سخنة لدرجة انها عمل بخار مية شديد للحرارة لدرجة انه لو تفتحت احد العيون من الارض تلاقي الارض بتطلع بخار مية فهم في الحالة دي تقدر يستفيد منها ان يركب عليها يجمع البخار المية اللي طالع بدرجة حرارة عالية جدا ويدخلوا على مواتير او محركات بخارية تقدر تستخدم منها بس طبعا يلزم اللي يختار هذا الاختيار دولة تكون عندها الكلام ده دولة تانية عندها شواطئ كبيرة جدا ويجبها امواج عاتية فممكن الامواج العاتية ديت ليعتقد حركة عالية جدا استخدمها يبقى اطلع منها كهرباء من خلال الامواج دي اللي هي الامواج دي بلاد تانية عندها مساحات شاسعة في الصحراء وفي اريح شديدة فممكن يستخدم التربينات الهوائية حسب الاحتياج بتاعه كل دولة او كل مكان هيقترح الحاجة اللي تساعده اللي تساهل عليه هو عشان يشتغل عليها احنا بقى هنا مثلا لو بنقول في الباك جراون ده على تربينة اللي هي استخدام التربينات من المياه الموجودة قلنا عليها بهذا الشكل في هذه الحالة لازم البراجراف اللي هيبقى بعد كده هيتكلم انا هستفيد ازاي هركز على ايه بعد ما اقوله الطاقة البديلة البراجراف اللي بعده هيتكلم مثلا على استخدام الطاقة المائية من امواج البحار يبقى البراجراف يتكلم يقولي والله انا ممكن موكت البحر بتحمل طاقة نظرا لانها بتتحرك بسرعة عالية وهي كتلة مائية متحركة يبقى بابسط الامور كفكر كده ان ليها تقط حركة وتقط الحركة بتساوي نص الام في الفي تربية نص في كتلة الحاجة المتحركة في مربع السرعة فتيجة البساطة شديدة لو حطيت مثال هنا وقلت لو انا عندي موجة متحركة والموجة دي عرضها متر وارتفاعها متر وبتتحرك بسرعة واحد متر على الثانية يبقى ان فيه متر في متر في متر متر مكعب من المياه بتتحرك طب المتر المكعب ده مش الف كيلو طب انا لو جيت قلت نص في الام في مربع سرعة بس حركة الموجة اللي هو متر واحد على الثانية ما انا احول الكلام ده لطاقة على ايه بيطلع لي حوالي تقريبا قريب من الف نيوتن نيوتن حركة نيوتن متحرك نيوتن متر مثلا كطورك متحرك او ان هي بتديني تقض حركة هشوف اليونت دي قلقة كبيرة جدا طب انا لو عندي كمية امواك كبيرة عندي طب انا مش اقدر الامواك دي كمان لو هي جنب الشاطئ اروح عامل مصدات لها في حجارة واخنقها كده اخنق الموجة كده ان انا ادخلها زي ايه زي بين حجارة على شكل امع فمعناها هنا المياه بتتزنق كده وتخش من مساحة واسعة لمساحة ديئة مليون في المية سرعتها تزيد لان انا عندي علاقة هتبقى بين ان الاريا 1 في الفي 1 هتساوي الاريا 2 في الفي 2 يبقى الاريا اللي هي في بداية المدخل الحجري بتاع المياه اكتب الكلامة في الباك جراوند بداما انا بكتب مشروع انها المدخل مثلا كانت الاريا المدخل عشرة متر مربع في نهاية الجزء الكون او الجزء المخروض ده في الاخر واحد متر مربع يبقى معناها السرعة روخها هتزيد عشرة اضعاف لان الاريا في الفي 1 هتساوي اريا 2 في في 2 يبقى معناها في 2 السرعة في نهاية الحركة هتساوي في 1 مضروبة في اي واحد على اي 2 لو معكوس اللي هو المساح يبقى هنا السرعة هتبقى عشرة اضعاف يبقى الكتلة اللي هي بتاعة المياه اللي داخله شايلة طاقة جديرة جدا عشان انا اضرابها في مربع السرعة احنا قلنا طاقة الحركة هتبقى الكتلة في مربع السرعة لما اوصل انا لسرعة الامواج المتحركة 10 متر على الثانية يبقى المربع بتاعها 100 متر على الثانية هنا انا بعظم او بكبر الطاقة الحركية اللي باخد يبقى لازم في بداية المشروع المشروع او بروشيكت لازم احط الكلام ده في الـ تمام يبقى احنا اتفقنا بقى احنا هوقت ماشي بحط مثال وقلت مثال على احد المشاريع بتاعك وعشان تكتب الكتاب بتاعك بتاع المشروع ويمكن ربنا يكرمكم كده قريب تبقى عبت تعمله مجيسير ولا حاجة يبقى تعلمنا بعمل الكتاب بتاع المشروع ازاي التسلسل بتاع عرض الفكرة يبقى ازاي تمام يا شباب يبقى اول جزء في الـ هي التركيز على هذا الجزء ان انا بقول ايه امكانياتي وهستفيد منها ايه في الجزء ده وبعدين غطينا الحتة دي ان احنا قلنا خلاص انا دخلت في الطاقة البديلة واخترت ان انا اعمل مشروع منطقة المياه بهذا الشكل حطتها دي ايه اللي ايه بتنخو كده ايه الفكرة اللي يجي في الـ ان انا اعمل فوكسنج انا هستخدم ايه انا هحط ايه عندنا يبقى هروح بمتاجع على طول نوعية ان انا احط جزئية في المشروع بتاعي ان انا اركز يا جماعة انا اشتخدم تربينات المياه طيب ما تربينات المياه اللي هحطها عشان على حرف بحر مثلا عشان استخدم الموجة هل هي دي الوحيدة؟ لا طيب ما فيه ممكنات كتير يبقى لا البراجرافي اللي كان مفروض قبلها ايه ايه هي انواع استخدام طاقة المياه اللي نتجه من حوالين شواطئ البحار او لو هو جوه شوية جوه الشواطئ في المياه الضحلة او لو حتى في المياه العميق اهم اتكلم على انواع بقى كل نوع منهم اكتبوا سطر 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 جنبه بعضه اقول والله انا انا ممكن استخدم الكلام ده ان انا اخد مباشرة مباشرة طاقة المياه الحركائي وهيقول لي ازاي اقول له والله انا ممكن اجي في البحر وحط عوامة العوامة دي تبقى ملاصقة لسطح المياه طب ما الموجة لما تيجي هترفع العوامة الاعلى وبعد شوية تنزل لتاحت طب ما انا اخلي العوامة دي متصلة بعمود العمود ده هيطلع لفوق الاعلى وينزل لو وصلت العمود ده عملت عليه جريدة مسننة اللي هو بالطول ده عملت فيه اسنان وعملت عمل ميشنج او معشق مع ترس اخر مدور مع الترس ده اثناء ما الموجة بتطلع اللي فوق العمود ده بيتدور الترس واسناء ما بينزل تحت هيدور الترس لو الترس ده خدت منه حركة ميكانيكا مباشرة وصلتها الدينامو فيبقى انا هنا باخد الحركة المباشرة دي نوع معين موجود وفعلا بيسموه في البحر اللي هو الديريكت اكشن بهذا الشكل فيه ناس تانية بتعمل حاجة تانية قريب من الشواطئ يعمل بوابة جيت والجيت ده هيبقى على فريمع متعلق من فوق لما انا اعلق المفصلة بتاعته من فوق هيبقى ليه حركة سوينجنج يتحرك كده زي البندول فبيسموه بندوليام جيت فالمية اللي جاي من البحر تزق الجيت البوابة دي تقوم تاخدها تتحرك زي البندول في اتجاه مثلا اتجاه عكس في اتجاه عقرب الساعة طب ما بعد شواء المية هترجع تاني بعد الموجة ترجع للبحر ثم احركها في اتجاه عقرب الساعة البندول ده هيتحرك تردده رايح جاي بهذا الشكل طب انا لو وصلت من فوق من على البنز اللي فوق او المفصلة اللي فوق وصلت برضو ترس وصموه ومعشق مع جير بشكل معين جير بوكس طب انا هاخد الحركة دي واخد منها تورك وقوميجا والتورك انتوا عارفين لما يضرب في القوميجا يدي باور يبقى اخد طاقة الطاقة دي بقى سواء طاقة ميكانيكية مباشرة او طاقة كهربية عن طريق دينامو يتحط هاتي طريقة طب انا تكلمت هنا على ايه على The Direct Action طب انا ممكن ان اتكلم مش على The Direct Action على The Direct Action اللي هو ايه اللي هي الفكرة بقى ان انا الموجة الموجودة دي ممكن ادخلها غرفة والغرفة تبقى المية دي حبسة فوقها باكت هواء الجيب هوائي والجيب الهواء دا لما الموجة ترتفع في القوضة هتسوق الجيب الهواء دا لأعلى طب وبعد شوية لما المية ترجع تروح البح هتمص جيب الهواء دا الاسفل طب ما يبقى في الحالة دي أنا لو حطت في سقف الغرفة دي حطت زي تربينة هوائية طب ما الهواء هيعد عليها من أسفل لأعلى وبعد شوية يعد عليها تاني من أعلى لأسفل طب أنا لو وصلت التربينة دي المراوح دي حطتها بمراوح اسمها ويلزي تربين اللي هي على شكل جناح الطيارة أو بسميها الإيرفويل اللي موجود ما أنا هضمن أن التربينة دي تدور في اتجاه واحد طوال الوقت طب ما في هذه الحالة أنا قدرت أستفيد أنا هنا بقى يبقى بكتب إيه باك جراوند على الموضوع فارشة للموضوع لغاية البراجراف الأخير بتاعي اللي هو يبقى بالنهاية البراجراوند هيبقى في الجزء ده في الآخر كده قبل مبدأ في الأبجيكتف هتكلم بقى أنا اخترت إيه أنا في مشروعي اخترت إيه ريسيت أشتغل إيه بقى كإن بوصف المشروع بتاعي هاعمله تصميم عبارة عن أن أنا هاجي في الورش بتاعتي أو في العملي وأعمل صندوق معدني الصندوق المعدني دصاج هيتقفل بالشكل الفلاني اللي أنتو عملته وهعمل فيه من الجنب فتحة أن أنا أقدر أدخل مية إضافية فيه من الجنب عن طريق مثلا وصلة تيوبز رابر مارنة مؤسرة في براميل مية وأنا هيبقى فيه رفعة في الجنب بالرفعة دي لما أحرك البراميل هتلوقه لتاعت هيدخل المية في التانك الصاج ده هيرتفع مستوى المية داخل التانك الصاج ده يبقى أنا كأن برفع موجة كأن بعمل محاكاة لموجة البحر وبعد ما بعكس الناحية التانية وأسحب المية تانية إلى البراميل مرة أخرى التانك الصاج مستوى المية هيقل الأسفل يبقى كأن أنا بعمل حركة عكسية لها بعمل سيميليشن للجزئية دي بعمل سيميليشن وبدأ ما عملت السيميليشن للحركة بتاعت الموجة بأخذ منها الجزئية دي الحركية وحط بقى التربينات بتاعتك أوصفها أنا أعملها إزاي هحط مرواحة هحط المتنين بالطريقة بتاعتنا أوصفها في بداية المشروع لما أوصف في بداية المشروع بهذا الشغل بتاعي هقدر أكمل عليه بعد كده هحط البزء بتاع الأوبجيكتف ايه اللي مفروض أقوله في الأوبجيكتف اللي هي واحد اتنين ما بتبقاش غير باراغراف زي ما انتو شايفين صغير ايه الأوبجيكتف لو أنا جبت أي واحد من بتاع المشروع بتاعك وجبت مثلا حد من المنصقين جبت مثلا يوسف في مجموعة اللي هو بتاع المية جبت منار جبت شمس جبت أي طالبة منه وأقول لها قولي لي يا بنتي أو قولي يا يوسف المشروع بتاعك انت عاوز تعمل منه إيه في جملتين يقول لي والله المين أوبجيكتف بتاعتي الغرض الرئيسي إننا نعمل تركيبة معينة لما يتحرك المية اللي جواها الدينمو يشتغل يطلع كهرباء يبقى معناها يقول لي أنا عاوز إيه بالظبط يقول لي زمين أوبجيكتف أو في زيس بروجيكت تو جنيرات إلكتريستي لكهرباء ثرو نوزنج أسوتابول جنيراتور كان بيف مونتد كان ممكن يتركب أو يتسبت على مثلا غرفة معينة أو تركيبة معينة بتحبس الهواء اللي فوق المية اللي جاي من الأمواج بحيث تضمن إنه ويعدي من تربينة التربينة دي هتلف في اتجاه معين ركب الدينامو يديه لحركة يبقى باراغراف الباراغراف زي ما احنا قلنا إيه ما يزيدش عن سطرين ثلاثة أقصى حاجة يبقى ده الأوبجيكتف يعني الأوبجيكتف إيه زي ما تيجي تقولي الواحد تقولي كلم الموضوع فينا يجي تكلم وقولك لأ الديني زي ما ساعتم تتحكوا كده وتقولوا الديني الزبدة بتاع الموضوع زي بعض الدول العربية بتقول الباراغراف اللي بعد كده وصف المشكلة أقول أنا عندي مشكلة هندسية إن أنا محتاج أطلع طاقة كهربية الطاقة الكهربية دي مش هقدر أوصل لها إلا عن طريق استخدام الوقود العادي لا أنا عاوز أستخدم حاجة بديلة فأنا قررت أستخدم الطاقة المديلة بتاعة أمواج البحر شوفوا هنا مثلا في المشروع دي كاتبوا مثلا بتكلم على حال فحدد المشكلة بالزبط طبعا ما حددت المشكلة يبقى لازم النهاية في آخر الباراغراف تحدد حل المشكلة يبقى دي اسمها statement of problem أنا أحل المشكلة إزاي كstatement of problem وبعد كده هقول الميستولوجي هحلها إزاي يبقى أنا هنا في statement of problem لازم أوصف الشغل بتاعي هقول أعمل إيه مثلا المجموعة بتاعة الكلاتش أيمن هيجي يقول لك والله in this project أنا بحاول أعمل كلاتش أستغني عنه عن الكلاتشات الطبيعي يعني اللي هي فيها مشكلة التآكل بتاعة ديسكولستوانة اللي بيحصل ده كيبه هو أحدد المشكلة بيقول أنا عندي المشاكل اللي موجود أخسره بيحصل تآكل من الفريكشن في الديسكولستوانة أنا هستبدل بفكرة جديدة أنا هستبدل بطريقة تانية أنا هاعمل كذا يقلل الفريكشن يبقى بيقول statement of problem وبيقول في أخيرها العل وأنا أستكمل مع بعض إن شاء الله في المحاضرات القادمة نكمل إزاي بس تكونوا بدأتولي في الكلام ده وعملته أستودعكم الله وأدعو عليكم جميعا بالصحة والعافية وإن شاء الله ربنا يحفظكم ويحفظ مصر الغالية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر